السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب أبنائي وبناتي من الصف السادس الابتدائي وأرحب أولياء الأمور المتابعين واليوم إن شاء الله مبعدنا مع الوحدة الثانية من كتاب النشاط ويكان سيكس الفصل الدراسي الثاني وتبدأ من صفحة تسعة وسبعين معكم مستر شريف دياب وهذه قناة أكلمني إنجليزي ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نمبر ون هنا بيقولك listen and match listen إتي سايلنت listen يعني استمع وماتش يعني زي يصل أو يعني يوفق ما بين الاثنين هذه هي عندي one a b c d e عندي خمس صور one two three four five نبدأ نقرأ هذه كلها عبارة عن comments تعليقات لما تشوف الصورة دي ايش تقول أو الشخص اللي في الصورة دا ايش بيقول كلمة كون جرات يولاي شنز مرة ثانية الكاف تنطق كون جرات يولاي والتي اي او ان تنطق شا شنز كون جراتيولايشنز يعني مليون مبروك يعني تهانينا أتوقع السي سي هذه الليتر سي هو بياخذ آآ هذا أو شي فنحط له هنا سي ونقول وهو يقول لكم جراتيولايشنز يعني مبروك سو دي داي معنها وكذلك أنا أو وكذلك فعلت أنا أنا بعد زي كلمة وأنا أيضا أو وأنا بعد فين هي هنا في الصورة اللي هي البكتشر الليتر اي في ولد يعني فول أوف هز بايك والثاني نفس الشي فهذا بقول لنا طحت أو أنا سقطت من على البايك وهذا بقول له وأنا كمان يبقى سو دي داي هنا نحط اي لتر اي نمبر ثري هاو سترينج يا له من شيء غريب هاو سترينج سترينج يعني يا له من شيء غريب بقي لي اي وبي و سي أنا لو ارتبكت وما عرفت أي صورة فيها الغريب أخلي هذي للآخر واروح لللي بعدها هنروح بعدين نرجع لهذا كيف أنا ودي أعلمك كيف تجاوب على شيء أن تشاكك فيه خليه وروح للأخير خليه يكون آخر شيء سوري سوري آسف أباوت ذات سوري أباوت ذات أعتذر عن هذا طبعا واضح أنه معاها ريشة ألوان أو شيء فرشات ألوان وقد ايش صبغ للثوب فهذه هي اللي فيها اعتذار تبقى فور دي 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 زي ما تشايفين سوري باوت ذات آسف عن هذا الشيء هذي دي هاو سكيري سك السي تنطك سكيري معناها يا له خلاص عرفنا هاو يعني يا له من شيء مخيف يا له من شيء مخيف هذا هو اللي حاطت يده في فمه وانطالع لشيء فوق وقاعد أسنانه يعني تصك بعضها هذا اي اوكي اي هاو سكيري التعليق طبعا أكيد الأخير هذا هاو سترينج يعني يا له من شيء يعني عجيب أو غريب هذي بي هذا بي طيب نروح سريعا لنمبر تو بيقول ريد ان رايت كومنتس ريد اقرأ ريد رايت و الدابلو تنطق سايلانت رايت واكتب الكومنتس اللي هي التعليقات اللي فوق هذي بنختار من فوق نحط هنا واحد بيقول اي وان اتيبل فزت بتيبل تينس دايما معناه مباراة فزت بمباراة كذا كذا ايش اقول لا اقول لما بروك هذي كلمة نمبر وان كيف اقول مبروك سهلا كون سي او ضم ان غرات غرات يو لي لاي وبعدين كشان تي اي او ان كونجراتيولايشنز يعني مبروك او ونحط علامة تعجب عشان يقول هبب يعني بقوة يعني ثانية اي سو اه سو الماضي من سي رأى رأيتو اوكي اه بيوتيفل بيوريفل معناه جميل ابيوريفل شورينج ستار شورينج ستار اللي هو النجم اللي فجأة لقيه بيتحرك في السماء كذا لما يكون السماء صافية اسمه شورينج ستار طبعا ممكن اقول هاو سترينج يا له من شيء عجيب او اقدر اقول سو دي داي واحد بيقول لك انا شفت شورينج ستار تقول وانا بعد شفت قبل كده سو خلينا في سو دي داي وانا بعد شفت انت شورينج ستار وانا بعد والله شفتها قبل كده طيب وي لاست وي دبلو يا واسوري وي يعني نحنو لست باس كيت بول جيم مباراة لست يعني عكس كلمة وان وان فازة لست خسرة كلهم في الماضي طبعا في ارتو وي لاست في باسكتبول جيم بايف خسرته كم؟ 228 يا هزيمة ثقيلة يعني 28 اقول والله انا sorry about that هنا sorry مش معناها بتعتذر لعن خطأ سويته sorry معناها اسف بمعنى انا حزين sorry s-o-r-r-y capital s sorry about a-b-o-u-t sorry about that طبعا معناها انا يعني حزين او يعني متأثر لهذا الخبر اللي اسمعته فاي خبر سيء قول sorry about that طيب هنا number four بيقول we نحن were كنا الماضي من are كنا stuck يعني عالق يعني can't move لا قادر يروح ولا يجي فين in a train في القطار عالق في القطار ما هو قادر يطلع منا فينقول يا how scary how scary شيء مخيف يعني الواحد يكون عالق في مكان في مصعد في اي مكان ما هو قادر يطلع منا شيء مخيف number three right اكتب w silent a b or c i space space يعني فراغ my leg عملت ايش في رجولي i broke my leg كسرت رجلي اوكي كسراء الماضي من كلمة break break يكسر الماضي عندنا كلنا في الباس هنا بنجيب افعال كلها irregular يعني غير منتظمة ما بتقبل اي دي i space a cold هذي بي انا ايش برد هذي يعني يصيبه برد او يمسك برد coat coat au تنطق o والgh ما تنطق يعني اصابنية اوكي جاية من كلمة catch معناها يصيبه coat a cold يعني اصابنية ايش البرد number letter c i space first first place اول يعني مكان او اول مركز زي ما يقولون in a race اللي تنادي على الايه واتفقنا c بعدها ايه تنطق سا اهي space خذيت المركز الاول في السباق الله يبقى انا خست حصلت على i got بمعنى حصل على وهذي لها اكثر من معنى خذينا كلمة get بمعنى الاساسي لها get got يعني يحصل على خلصنا الان page 79 we move to page 80 page 80 صفحة ثمانين number one كل يبغى منك انك listen اسمعوا practice practice ومارس الكلام ذا يعني هو يبغىك تتكلم يعني تكرر الكلام ذا تقوله هنا في good things good things وفي bad things good الجي هنا تنتقى good things معناه اشياء جيدة وفي bad things اشياء سيئة اشياء جيدة صارت لنا واشياء سيئة مثلا مثلا اي سو رأيت وخذ بقى من ذول يعني يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي اوكي اي سو اي يوفو او اي يو اف او اليوفو اللي هو الصحن الطائر شي طائر في السماء شفت كده طبق طائر في السماء فيه زي كائنات فضائية تلمح كده شي طائر في السماء وما تعرف هذا ما هو بطيارة ولا صاروخ ولا شي فيقولوا عليه يوفو unidentified flying objects يعني اشياء طائرة غير متعرف عليها يوفو يقولوا عليها الصحون الطائرة ولا طبق الطائر عموما تقدر تقول كده هو يبغى منك انا رأيت كذا I saw some balloons balloons اللي هي بالونات معروفة بالونات مش بالونز لأ بالونز I saw بعض البالونز in the sky في الايش في السماء I saw a hang glider خلي الجي واحدة هنا hang glider هذاك اللي هو اللي يطير في السماء يكون معاها شراع زي كده راكبه وطائر في السماء اللي هو hang glider طيب اللي بعدها I saw a big bird big bird يعني طائر كبير طائر كبير I saw a big bird انت هو يبغى منك ايش هذي كل اشياء كويسة يعني حلوة يعني خذ لك جملة جملتين اقرأ وكررها طيب الثانية I tried tried يعني جربت اوكي جربت ايش واحد خذ هذي or this or this ثلاث I tried cooking جربت الطب خسيت انتا كان for the first time الاول مرة I tried snowboarding snowboarding اللي هو التزلج على الثلج اوكي طبعا عن طريق البورد اللي هو اللوح I tried volleyball volleyball الكرة الطائرة كل هذي كويسة قول I went to ذهبتو الى شوفوا هذي ثابت I saw وقول ايش بدل I tried جربت وبدل I went to ذهبتو الى an art gallery art gallery معرض ايش فني معرض صور فنية ليش اان لان الاي تبدأ بحرف من حروف الفيس I went to a big festival festival مهرجان احتفال كبير I went to australia الايو تنطق او australia ذهبتو الى australia جرب هذي كلها اشياء جيدة bad things I broke كسرت وختار I broke my leg ولا I broke my arm leg رجلي arm ذراعي I broke my finger لقدر الله اصبعي اصبع اليد طبعا I broke كذا I had انا جاني او سويت an operation شوف operation repeat operation يلا كرروا يا شباب operation عملية سويت عملية I had a bad cold برد شديد جاني برد شديد اوكي bad cold bad بمعنى سيء برد سيء يعني برد قوي I had a fight يعني ايش fight تشاجرت يعني صارت هوشة اوكي fight الجي ايتش هذي ما بتنطق فنقول fight طيب هذي كل اشياء طبعا bad things انك تكسر you broke your leg او انك يعني you had an operation كل هذي اشياء I lost lost يعني ضيعت او خسرت فقدت فقدت او خسرت خسرة بردو بمعنى خسرة ممكن اقول I lost خسرة هنا معنى خسرة a football game مباراة football I lost a race خسرت سباقا I lost a computer game خسرت game في الكمبيوتر لعبة في الكمبيوتر تنفع بمعنى فقد lost my keys او شيء زي كده اختار هذي الاشياء واحدة من هذي بقول لك write اكتب one good thing شيء كويس one bad thing شيء سيء thing يعني شيء that happened to you last year last ايه اختار بقى شيء كويس مثلا ناخذ I أنا went to مثلا ايش dubai رحت دبي هذي معنى شيء كويس مثلا يعني last year last ايش مثلا اخترنا ذي وانت قول لتبغاي مثلا you can say I went to مثلا event I went to الرياض الخبر I went to London اي مكان رحت له وكان شيء كويس او I won فستب فتب مباراة computer game طيب bad thing هناخذ شيء من اللي موجودين نقول I lost a football game I lost خسرت to a football game خسرت مباراة كرة قدم لا هذي لسه ما نحطها last a year طي لو بنت مثلا ممكن تقول I had a bad cold او I broke a finger يعني كلها اشياء bad things يجي الجزء اللي بيجي في الفكتبارات كثيرة write اكتب A B or C it's May 17 هذا شهر مايو يوم سبعتاش today هذا اليوم طيب هو يبيعلمني وش يسترده ايه معنى يسترده 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 اللي هو ايش يسترده اللي هو ايش ها امس واضع ايش طبعا اليوم سبعتاشر مايو طبعا اليوم سبعتاشر يبقى امس ستتاش اوكي سكستين يبقى كان اذا اليوم شهر ذا يوليو يبقى الشهر اللي طافه جون اوكي يونيو اوكي last month was june it's 2020 عشرين عشرين this year هذا العام ويبغى يقولي لما تدخل بقى last year نقول was ما نقول is last year year 2019 20 اقسمها كده وقولها ما تقول الفين ومدري لا 2019 this is c تمام كده خلصنا page 80 and we move الى goal 11 ونروح ل page 81 صفحة 81 خليها كده عشان الناس ايش تعرف طبعا هو يبغى present المضارع وكيف حوله الى الماضي طبعا احنا عارفين ان هذا كله irregular 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 معناها شاذ او غير من ضم يعني لابد احفظ المضارع والماضي هنا فازة one المضارع حكا win one see saw saw رأى okay make يصنع ماضيها made صنع okay catch يصيبه coat c a u g h t catch coat so win one see saw make made catch coat طيب يكسر break window مثلا break يكسر كسر broke broke نفس الشي هنا get يحصل على got بمعنى حصل على أو وصل طيب الواز اللي معنى كان مضارعها is طيب lose lose يخسر lost lose lost خسرا have يمتلك أو لديه had امتلك أو كان عنده are ماضيها past were were كانوا وحسرا now أوكي هذا بالنسبة لشوف عليها ووقف الفيديو وإيش وكتب كمل أوكي أعطيك فرصة إيش تكمل شوي تلحك علي when one it got see saw is was make made lose lost catch have had break broke number two read اقرأ read and write اكتب feelings شعورك المشاعر about the good or bad things الاشياء هنا في اشياء المشاعر هتقول i was happy كنت happy هذه الهنس i was sad كنت حزين وهذا happy i was scared كنت خائف i was worried كنت قلق i was excited كنت متحمس تعال نقرأ ونحط يعني نشوف ايش الله ناخذ من هنا نحط هنا يلا بسم الله i won i won means فزت okay a basketball game i won basketball game فزت بمباراة البasketball by six to zero يا هذا قوية بأكيد i was happy كنت هابي هذي number one خلصناه i was team leader team فريق leader قائد okay i was team leader يعني كنت قائد للايش للفريق طيب ايش الحل هنا في التيم leader هيكون ممكن مو معقولة ساد حزين ولا scared خائف ولا ورد قلق بس ممكن excited متحمس ممتاز طيب وي لست وي نحنو لست خسرنا اوكي we lost a tennis match a tennis مباراة تنس three to zero خسرنا حانا خذينا الاكسايت هذي خلاص والهابي خسرنا يبقى i was sad لما نخسر بعدين my uncle اليوتون طقق a uncle had سوى an operation عملية اوه عمي سوى عملية اكيد انا كنت قلقان على عمي يقول I قلق يعني was worried I was worried كنت قلق عملية هذي خلاص طيب we were stuck in an elevator stuck طبعا اللي هو عالق في الاليفيتر ليش خدت elevator a an لانت بدأ بال e an elevator مصعد يبقى اللي stuck هذا تاخذ كلمة I was scary I sorry scared I was scared طبعا فرق ما بين scared و scary scared معناها خائف اما scary مخيف يعني scary تنجال للاشياء اوكي الفيلم مخيف الغرفة مخيفة الظلام scary انما انا scared scared تمام هنا بيقول I won فزت فزت بايش again اه هي ولا leg ولا key keys المفاتيح مو معقول I won again اكيد هي اللقصات هذي I won again فزت بالمباراة I lost ضيعت هنا ضيعت ايش الكيز المفاتيح انا قلت لك كلمة lost معناها يضيع او يخسر I lost my keys I broke قلتلكم broke كسرة كسرت my leg رجلي تمام we move to خلصنا حنا الحمد لله هي page 81 نطلع على page 82 82 page 82 عندي توصيل هنا هو ذا اللي نبغى في الانجليز شخص سوى شيء تبي تتكلم حدد الشخص فعل كذا فعل طبعا في الاش في الماضي الشخص الاول I انا one فزتو بايش بالريس سباق طيب لو مثلا خلينا انا رأيي اني نكمل هذي بعدين الاشخاص هنا my brother اخوي my sister هذا bra الاو هنا فتحة their اخوي sister اختي mom dad grandpa grandpa جدي ما تفرق الشخص بس هم شي ايش عمل ايش يعني مثلا لو قلت مثلا got حصل على ينفع هنا كلمة trophy كأس trophy البي البي اتش فا ولا يوفو اللي هو يوفو الطبق الطائر ولا ويندو طيب نبدأ بالاسهل يعني bro كسر نتوقع تاخذ كسر الويندو نشوف انا طريقة الحل ناخذ لون ثاني كسر الويندو طيب كوت لو اصابه يبقى ما توقع كولد اصابه البرد طيب ناخذ لون ثاني ونقول مثلا let's see اليوفو هذا اللي هو الطبق الطائر او الاشياء الطائرة تاخد so رأى ايوفو ايوفو رأى او يو او تمام شو بقى عندي هنا هذي خلاص اوكي وهذي 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 بقى ميد وغت طيب ميد يعني يصنع خلنا ناخذ يصنع هيصنع ايش كأس ولا يصنع راكت لا صناعة يبقى راكت صناعة راكت طيب حصل على ايش حصل على تروفي يبقى هنا بمعنى حصل على نبدأ مع بعض ممكن اقول مثلا طبعا هنا بنرجع للسيدي ونشوف يعني بالنسبة للاستماع نبدأ بالبراثر ان البراثر هو اللي حصل على التروفي لا مو هو البراثر ميد اروكت يعني حسب السيدي اللي هنسمع المفروض ان البراثر هو اللي ميد اروكت صنع صاروخ و لما هنسمع هيكون السبعة البراثر هو اللي ايش التروفي حصل على كأس زمان طيب والسيستر جاه برد هذا ايش اي لون البراثر اوكي سيستر مي سيستر كوت ايش اكولد المام ظهر ان هي اللي بروك الويندو مام بروك الويندو او كسرت الويندو والداد اوكي هو اللي سو شاف ال اي ال او ال او يعني هذا باختصار حسب السيدي المفروض ان يكون هذه من البس حنا عرفنا خلاص حصل على كاس ميد روكت صنع روكت كاتش كولد وان ريس فاز بالاش سباق و سو شاف اليو او وهكذا وستعمل فيها يستر دي واستعمل في اي جملتين عن نفسك يعني نبدأ بالجملة الاولى هتبدأ بكلمة يستر دي اختار اي اختار شي من اللي فوق ممكن تقول اي 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 جملة two sentences يبغى sentences جملتين using yesterday last week خلنا نقول last year مثلا هذه last year اي خلنا ناخد شي من فوق اي اي اه بروك ويندو اي بروك او اكتب شي عنك انت جد سويت او يعني فعلت في الماضي نتحول الان الاب or c a rainbow قوس قزح لغو في الوان كل هذا has seven فيه سبع colors colors يعني الوان this is a الوان الrainbow قوس قزح فيه سبع الوان fish السمكة a fish has no لا ليس لديها legs has no legs ليس لديها ارجل اكيد a house المنزل has some لديه البيت لديه windows windows يعني شبابيك او درايش خلصنا صفحة 82 and we move now to 83 عندنا هنا ايش عندنا الانشود ايش فيل in the missing words يعني املا ايش المسي words هذي املا الكلمات او الفراغات المفقودة في كلمات فاضية هنا لازم يكون past tense في الماضي و listen و check و shake على طبعا هذه الافعال was كان went ذهب had كان لديه came جاء got وصل او بمعنى يحصل اوكي يجد يعني my brother خالد my brother my brother خالد space to the cupboard went ممكن فيها الاخل وفيها اغراض to find لكي يجد او يدور something شيء to eat but لكن اليو تنطق when لما he got there لما وصل هناك there خدنا الگت there هناك the cupboard was bare الكبورد الخزانة كانت خالية فاضية طيب يبقى هنا وكي and he so he لذا he هو space nothing to eat he had nothing to eat يعني حصل على لا شيء ما كان مع شيء ياكل he space to the grocers he went to the grocers مش او ذهب للبقالة اللي فيها فاصل اس تنطق البقالة grocers بس البقال انما بالفاصل اس البقالة ليش to buy some fruit يشتري some بعض من الفروت الفاكه and milk but when he لما he got back لما وصل لما عاد he was holding كان ممسكا an empty brown bag الشنطة او الحقيبة البنية الخالية empty فاضية okay poor خالد مسكين يا ايش يا خالد طيب تعال نشوف هنا write a b or c my brother خالد wasn't في آخر الشيء لم يكن لم يكن any food أكل ولا cupboard ولا لم يكن happy أكيد he wasn't happy he didn't get okay لم يحصل على okay didn't دايما يجي بعد الفعل الأصلي any food لم يحصل على أي أكل وطبعا إني جاي عشان في نفي النفي اللي هو didn't did not يعني there was nothing يوجد لا شيء لم يكن يوجد شيء in the cupboard في الخزانة الخزانة okay كذا we're done with 83 we move to page 84 84 ينا عندي بيتكلم يغاك listen and practice مارس رأيك يعني قل رأيك الأوبينيون رأيك opinion أوبينيون إيش الأوبينيون هتقول I think this chant الأنشودة is easy سهلة مرة ثاني I think this chance is exciting حماس أو يعني تثير الحماس I think ث I think أعتقد كلمة I think أعتقد this chant is funny مضحكة أو غريبة I think this chant is great عظيمة إذن تعليقك على أي شيء مو شرط كلمة this chant يعني لو في مثلا movie فيلم لو في كارتون I think this movie is مثلا exciting مباراة لو تكلم على الماتش هذه لو تمارسها في حياتك اليومية I think الماتش is exciting حماس أو funny مضحك أو great عظيم على حسب ما تشوف هنا يقول change the words write your own chant draw a picture add an opinion what did you cook يبغاك تكتب هنا بعض المقادير وفي الآخر تكتب لنا wish and is cook يعني إيش اللي كان هنا we had كان لدينا كان لدينا سم شوف مثلا لو هنطبخ بيتزا we cooked بيتزا we cooked بيتزا وش اللي كان عندك وش اللي ما كان عندك أول شي we had some flour اللي هو الطحين أو الدقيق we didn't have any rice ما كان عندنا رز خلاص أي شي مكونات We had tomatoes كان عندنا طماط we didn't have potatoes okay ايش مكونات البيتزا البيبر we had pepper الفل peppers كان عندنا فلفل we didn't have ولي اكن ما كان عندنا ايش ميت ما كان عندنا لحم we didn't have we had mushroom okay we didn't have ولي كن مثلا ايش bread ايش الاشياء المهمة على بود flower طحين او الدقيق tomatoes peppers mushroom we had some ايش اخر يقول مثلا salt ملح او cheese جبن يعني اي شي اختار cheese هذا كله طبعا لاختياراتك الشخصية اختياراتكم الشخصية اختياراتك الشخصية اختاري وصنعي لو هنحط هنا مثلا كبسة يبقى هنا نعكس نقول we had rice some rice we didn't have flower طب الكبسة بنحط فيها ايش ثاني بنحط فيها مثلا ولي يكون meat يبقى we had some meat we didn't have fish مثلا كان كبسة you put تضع شوف لازم كده الجملة انت تضع some space in the cupboard بعض في اللي هي الخزانة حط fruit حط dishes some tennis مستبعدة بيجي عندي dishes صحون او fruit طيب لو تكلمنا على خلنا نبدأ بالسهل عشان انا انا مثلك بقول يا هذه يا هذه فخلنا نختار اخذ السهلة you play play يعني تلعب but you eat fruit يبقى لكن تاكل يبقى تلعب play يبقى tennis c نلعب التنس طب هذي شوف انا وقفت عشان احل السهلة الاو they sell يبيعون sell معناها يبيع sell يبيع sell هل هايبيعون some dishes هايبيعون سحون ولا يبيعون fruit اه هايبيعون some fruit هذا اللي هو السحون تنباع بس يعني في البقالة grocers add the grocers يبيعون fruit فواكه طيب we put نضع ايش السحون نقدر نحطها في ال ايش الكابورد في الخزانة خزانة المطبخ نروح لخلص نحن صفحة 84 85 85 85 listen match and practice ونبدأ listen match وصل and practice ومارس الله مفروض نسمع السيدي تسمع اول كلمة كلمة friends friends نكتبها F R I E N D S friends يعني اصدقاء friends اوكي بعدين elephant elephant E L E PH A N T طبعا friends تحتوي على الهو ال F وتنطق F F اوكي وبالنسبة بالنسبة لل elephant فيها بعد PH وتنطق F اوكي M اللي معناها مزرعة طيب سمعنا نبي نوصل friends F farm F Elephant PH تنطق فهذه PH Elephant طيب laugh اوكي PH طيب friends elephant laugh farm نروح لبعده read and put in the correct order ضعف الترتيب الصحيح هذه ضعف هذا موجود في كتاب المدرسة الترتيب الصحيح one two three four يعني هذا نفس الترتيب موجود في الكتاب enough enough PH يكفي don't laugh لا تضحك two I know it's tough أدري أعرف أن الموضوع صعب يعني but it's lots but it's lots of fun لكنه ممتع جدا أو فيه الكثير من يعني هذا نفس اللي موجود في الكتاب الجزء اللي بعد بيقول write as many words اكتب كلمات قدر المستطاع تحتوي على ال F اللي بتنتهي أو اللي فيها حرف الف وهذه اللي فيها PH أوكي طيب مثلا عندي كلمة ايش father F A T H E R F F أوكي هذه فن فت قدم من الأقدام أوكي طيب فيه مثلا ال PH ال PH نعرف طبعا اللي هي elephant الفيل نعرف بعد كلمة photo صورة نعرف phone أوكي آم أخذ كلمة هنا اللي آخرها G H هذه مثلا الكلمة وإنما أخذينها شوف هذه ما يعني enough laugh tough كل هذه من هنا enough tough يعني قوي أو صلب laugh أوكي يعني هم المفترض أنك تكتب أكثر لو كدرت تكتب مثلا أكثر من تزود واحدة عادي عندك كلمة food عندك كلمة fruit فاكهة food طعام هنا عندي dolphin ما ودي بس دول أوكي اللي فيها GH فيه مثلا geography كلمة كثيرة طيب هنا عندي شهور شهر august اللي هو شهر ثمانية بالسنة الفرنجية is august هذا is a month شهر يبقى august is a month ليس season ليس فصل من فصول السنة ولا money فلوس coin اللي العملة المعدنية زي الهللات الريال اللي المعدنية الريالين coin is money اكيد money والأو هنا فتحة ما ني الايو احنا اتفقنا الايو تنطق أو أو تم والإن سايلانت أوتم الخريف أوتم is a is a فصل احنا عندنا الاشي الوينتر شتاء سامر الصيف سپرين الربيع هذا شتاء وهذا صيف ربيع وهذا الأوتم اللي هو الخريف هذا season these are the seasons of the year we have four seasons of the year we're done with 85 we're going to maybe this is the final page الأخيرة اللي هي 86 هي يعني حط لي الاش الار والوي والاور والاس طبعا الوي معنها نحن وتيجي بداية الكلام الاس معنها نحن بس تيجي داخل الجملة الار والاور هذي اللي هي ملكية نا اور هاوس اور كار سيارتنا ما تيجي الحالة ما ملكية ما بوك ما كار اما مي يعني انا help me them يعني هم مثل كلمة they بس they تيجي بداية الكلام اما them وسط الكلام اص خلاص عرفنا هي نفسها كلمة we بس تيجي وسط الكلام هي يعني هو وهير يعني هي مثل كلمة she بس تيجي داخل الكلام يعني هذي بنأكد عليها بعدين ثاني لكن يقول هنا listen and complete the missing words remember to use a capital letter بيأكد دائما على الحرف في بداية الجمل yesterday space went to an adventure park yesterday مين اللي ينفع هنا ناخذ كلمة مثلا we نحن ذهبنا الى adventure park ابي الام حق my father ايوه my اللي تصير capital لان هنا في النقطة my father drove us اخذنا us اوكي اخذنا there قاد بنا الى هناك مرة ثانية هذه drove us my father اوكي sister and I هنا في خطأ مع ليش شوف لان هنا ما بنقول my father هنقول our father ليش عشان انا بستعملين فحقول ابي صح بس هنا الافضل اقول ابونا ليش هنا نقول our father our father ليش our father لان انا بستخدم بعد شوي my sister هنا اختي اذا ما اقول اختنا اختي اختي and I دايما انتبهوا انت بتكلم على شخص دايما نقدم الشخص على نفسك يعني نقول my sister and I انا واختي اختي وانا كده الانجليز يقدمون الناس على نفسهم ما احنا نقول انا وفلان انا وفلان لا هو يقول فلان وانا saw some friends رأينا بعض الاصدقاء الاصدقاء هناك المجمع from school وحنا played with الاصدقاء لعبنا معهم معهم them الاصدقاء اقصد لان هي تساوي لعبنا معهم they بس هذه باخر الجملة then we went on rides ركبنا رحنا نركب بقى الرايد اللي هي الاشياء هذه with our parents مع والدينا our it was great fun يبقى هنا hour كمان في hour ثانية هذه الاولى انا بسوي دائرة عساس اني يعني والوي خذناها يبقى هذه اعساس اني ما اخربط انا ابيك تتعود على النظام دا اللي تختار سوي عليه دائرة after the rides بعد الركوب dad got us a burger جاب لنا got me جاب لي انا burger got me a burger my sister didn't want so ولذلك هو اللي هو dad يعني he got her جاب لها هي he got her هو اللي هو dad جاب لها an ice cream we were really good كنا مستمتعين يعني so dad promised وعد to take us ياخذنا again next week i can't wait يعني انا متحمس يعني سريعا لحد ما نروح ما بطول عليك اكثر من كده write three sentences about an outing with your family طالع مع الفام where you went اكتب i went مثلا وين رحتم to a park رحنا لبارك حديقة او what did what you did there سويت ايش هنقول مثلا ايش about with your family i played فت فت بول خلاص لاب تكور اوكي اللي بعدها what someone got you في احد مثلا يعني جاب لك شي هتقول مثلا dad مثلا ايش نفس اللي فوق نجيب الجملة حق البرجر got me a burger got عشان تجيب them forgot me a burger زي كده السؤال الاخير بيقول tell علم اخبر tell me a story علمني قل لي قصة please tell me a story please tell me علمني a story the children الاولاد played with us لعبوا الولاد لعبوا with us there لا he drove us there لا الاولاد لعبوا with them لعبوا معهم okay the children played with them لعبوا مع الهي مع الهي هنا فوق يقول ايش الولد هنا لما طلع i saw some friends from school and played with them شفت اصدقاء ولعبت مع بل الاولاد لعبوا معهم he drove اللي هو dad يعني قاد بنا he drove us there قاد بنا الى لكل من يحتاج ولا تنسونا من دعائكم اهم شي والدعاء اولا وبعدين نشر الاشياء اذي اعساس يكون الامر في تشجيع الجميع وقزاكم الله خير كان معكم مستر شريف دياب من قناة تكلمني انجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة